بتفاؤل تحدث المبعوث الأممي في إحاطته لأعضاء مجلس الأمن عن خطوات تقدم التي توصل إليها اتفاق السويد وبدى مرتاحا من طرفي الاتفاق وتعاونهم متجاهلا العراقيل والتحديات التي تضعها ميليشيا الحوثي باستمرار أمام أي تقدم سيما ملفي الأسرى وإعادة الانتشار في الحديدة أشار غريفث إلى أهمية اتفاق إعادة الانتشار بالنسبة للجهود الإنسانية والذي سيفضي بحسب تعبيره إلى تمكين برنامج الغذاء العالمي من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر خلال الأسبوع الماضية انشغل الطرفان بإجراءات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين حسب غريفث ولا يزالان يعملان لطي ملف الأسرى الذي سينتقل الملف اليمني بموجبه إلى مرحلة أوسع نحو السلام حول ملف تعز وأحصارها يؤكد الطرفان على بيان تعز في استوكولم لكن دون أي تقدم يذكر سوى محاولات فتح الممرات لإيصال المساعدات هناك في حين لا تزال المدينة تشهد أسوأ مراحل النزاع والظروف الإنسانية يحاول المبعوث الأممي إثبات وجود تقدم والقفز إلى الحديث عن مستقبل الحل السياسي الشامل والترتيبات الأمنية اللازمة والبناء على ما يسميه بالقوة الدافعة التي تحققت في استوكولم بينما الواقع لا يقول شيئا من ذلك فلا تزال قروقات الحوثيين مستمرة في الحديدة ولا يزال ملف الأسرى لم يبارح طاولة الاجتماعات والاتفاق بشأن تعز عالق فيما الأزمة الإنسانية تتصاعد حوالي 80% من السكان 24 مليون نسمة يحتاجون المساعدة الإنسانية والحماية 20 مليون يحتاجون المساعدة للوصول إلى الغذاء وتقريبا 10 ملايين بعيدون خطوات بسيطة عن المجاعة لغة أرقام الملف الإنساني الجديدة لا تحيب أي تحصن على الواقع حيث عبر وكيل الأمن العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك عن تحديات عمليات عديدة توجه الأعمال الإغاثية وأشار إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص بينهم مليون طفل يعانون سوء تغذية الحاد في اليمن تواصل الأزمة الإنسانية حدارها في ظل غياب الالتزام بمبادئ القانون الدولي وتدهور الاقتصاد نتيجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية تأكيد أممي على إحداث تقدم في اتفاق السويد والتزامات للأطراف بشأنه ولا يزال اليمنيون بانتظار أن ينعكس هذا التقدم والالتزامات على واقعهم لتخفيف معاناتهم